سائح وطني وأجنبي توفد على الولايات الساحلية الأربعة عشر وأقولون سائح حيث أن المصطفين تجاوز عددهم 120 مليون على مستوى كل الولايات البلدية الساحلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سحيطة جميع متابعين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن يا متابعين الكرام هذا التصرح للسمات إليه قبل قليل هو لوزير السياحة الجزائري الفقروري الكروري وهو يعلن عن أكبر كذبة في تاريخ النظام الفقروري الكروري أكبر سلوكي هذا ليس سلوكي هذا دوبرمان تلقي عليهم دوبرمان قال لك سيدي بالذي زريبة الفققير خلال هذا الصيف جاء لها 120 مليون سائح 120 مليون سائح هذا ليس كذبة مع نفس المصطلح نحن نجيب لهذا المصطلح الكحنة أو تصرح الكارثي ما يسمى بوزير السياحة في زريبة الفققير ومع العن على أن زريبة الفققير فيها 40 مليون أو 42 مليون فقروري كروري هذا الإحصائية العامة إذن مئة وعشرين مليون سائح كيف تستطيع أن يجبتهم؟ ونحن من المعلوم أنه لم يأتي سائح أجنبي يأتي سائح أجنبي يأتي سائح أجنبي ثلاثة أو أربعة ونرى هذا الشيء عندهم في النشارة الإخبارية لهم كانوا يطبلوا ويزمروا ويغيطوا ويستقبلوا ويعطيهم الورد ويأتي السبوع يطبلوا هذه السياحة السياحة الروس كانوا يطلبوا لهم قافلة ومعززة بالدرك والجيش كذلك ومثال حدث مؤخرا مع بضع سياح أمريكيين الخمسة والسادي سياح أمريكيين ساقبلوا مجددا بالتطبير والزمار والنشارات الإخبارية وعاجل وأخبار عاجلة سياح جاو إذن كيف تستطيع هذه المئة وعشرين مليون سائح مع العلم أن دول معروفة بالسياحة معروفة باستقطابها للسياح معروفة بأنها قبلة للسياح معمرها وصلت هذا الرقم معمرها وصلت هذا الرقم نعطيكم بعض الأمثلة إسبانيا مثلا في نفس الفترة يلا وصلوا الـ 31 مليون سائح 31 مليون سائح فرنسا حتى هي دولة سياحية وما إلى ذلك يلا وصلوا الـ 31 مليون سائح إيطاليا وما أدرك ما إيطاليا والوجهة السياحية ديالها والمدن السياحية ديالها المعروفة وما إلى ذلك وأنها تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم يلا وصلوا الـ 42 مليون سائح 42 مليون سائح دبانتها يا زريبة الفقاقير يلي كتطبل لبضع السياح يجول عندك وكتدوزوا في النشارة الإخبارية وما إلى ذلك جماعة السياح ديال إسبانيا وديال فرنسا وديال إيطاليا وصلت إلى 120 مليون سائح وش وش عندكم شي عقل وش كتفكروا وش شعر بي شي حاجة وش كتتعطوا الحشيش والمشكلة أن هذا تصريح رسمي يعني هذا تصريح رسمي من وزير السياحة الفقروري الكرغولي يعني أرقام رسمية كدروا لها الله أعلم كدروا حسبوات السياحة الله أعلم وش كل فقروري كرغولي كتحسبوا منه ثلاثة ولا كيف اجدرتوا لها بالطرط ما فهمتش ما فهمتش أن هذا الـ 120 مليون سائح كارثة كارثة بكل ما تحمل كلمة الماء والمشكلة هناك تلقى أن بصبة والمخلوقات الفقروري الكرغولية تصدق هذه الأرقام تصدق هذه الأرقام ما زال إن كنا نتحدث مثلا عن تقرار صحيفة أو موقع إلكتروني وما إلى ذلك لا تدعوش عليه ولكن تصريح رسمي من وزير السياحة يقول 120 مليون سائح جمعات السياحة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا لا أعرف ماذا وهو في زريبة الفقروري الكرغولي ما عندهم ما يدرد سياحة وما يلقوا غير زريبة الفقروري يتعرفون فيها يعني متابعين الكرام هذه سياسة الاستحمال التي ينتهجها النظام الفقروري الكرغولي للاستغباء بصبع وللاستغباء الفقرور وللاستغباء الشاب الجزائري هذا يعني كل شيء واضح ولا نحتاج لكثير من التفسير متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته